أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكوقس عظيم مصر كتابا مع من أرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملوك والأمراء أرسل إليه كتابا قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المكوقس عظيم مصر أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن أبيت فإن عليك إثم القبط يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون جاءت هذه الرسالة إلى المكوقس عن طريق الصحابي الجليل حاطب بن بلتعى أبي بلتعى رضي الله تعالى عنه فتلقاها وأكرم وفادة هاطب كراما شديدا وأرسل بالهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل فيمن أرسل جاريتين أرسل مارية الكبطية رضي الله تعالى عنها وأرسل جارية أخرى تسمى سيرين وقال إن هاتين الجاريتين لهما شأن عند القبل ثم وأرسل كذلك بغلة ليركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم علم أن المكوقس أخذ هذه الرسالة وجعلها في صندوق منعاج ثم طيبها واحتفظ بها لكنه لم يسلم وظن بملكه أن يدخل في الإسلام مصر التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفتح كثير من البلدان لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مصرا ولما ذكر مصر وذكر فتح مصر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصرا فاستوسوا بأهلها خيرا فوصل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن لهم ذمة ورحمة فهذه الذمة وهذا الرحم إنما هي هاجر ومارية القبطية رضي الله تعالى عنها لذلك وصل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر ثم بعد ذلك دخل سيدنا عمر بن العاص بأمر من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فاتحا مصر ودخل الإسلام إلى بلاد مصر وشاع النور في هذه البلاد ودخل الناس من المصريين في دين الله أفواجا والحمد لله رب العالمين مصر هذه البلد التي جعل الله سبحانه وتعالى بقيامها جعل الله سبحانه وتعالى قيام بلاد المسلمين وقيام بلاد العرب أجمعين جعل الله سبحانه وتعالى بقيام بلاد مصر قوة وعزة ومنعة لسائر بلاد المسلمين البلد التي لو سقطت لسقط كل بلاد المسلمين المسلمون الآن لا شك أنهم في محنة شديدة إلا أنهم إذا سقطت مصر فإن محنتهم ستزداد وإن أزمتهم ستزداد فالله سبحانه وتعالى يحفظها ما بقي الليل والنهار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء وأن يجعل رزقها رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين